يلا لأني بدي أروح على البينت أوكي بدي أروح على البينت الكل يفتح على الميغريشن في حدا عندو أي سؤال في حدا عندو أي سؤال ترجمة نانسي قنقر يلا برجع بكرر في حدا عندو أي سؤال أوكي يلا هلا الميغريشن شو حكينا الميغريشن؟ What do we mean by migration? هجرة 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 إيش عنا رح يكون عنا migrate of what? اللي هي رح يكون عنا اللي خلينا نحكي إنه we have الميغريشن migration اللي هي رح يكون طبعا رح يكون عنا movement زي ما هما كتوب عندكم of charged particles يعني بإيش هاي رح يكون في عنا رح يكون في عنا اللي هي الجزيقات البارتكلز اللي بتكون عنا المشحونة أوكي شو بتعمل هاي؟ بتعمل عملية ما يسمى عنا اللي هي الميغريشن طبعا إحنا هلا مثلا لو حكينا إنه this is our working electrode هو our working electrode إما إنه بنعمله اللي هو more negative potential وبرد بكرر مش معنا more negative إنه لازم يكتسب minus بالظبط لا بد يكون more negative than إشي تاني or بد يكون في عنا اللي هو positive يعني يا إما بيكون عندك e apply طبعا هي يبدأ تكون هاي بالنسبة إلنا اللي هي ال-applied اللي هي بيكون في عنا e-applied إما أن يكون عندنا negative أو إش بيكون عندنا more positive هلا شو بصير في عنا بصير في عنا عملية movement فلو حكينا إنه هذا this is my bulk وهذا هو الworking طبعا إحنا لما نحكي بنحكي عن الworking electrode وهنا في عنا اللي هي X X إما أن تكون تمت لأنه حكينا إحنا charge particle X اللي هي عبارة عن charge particle إما إنها تمتلك الشحنة السالبة أو إنها إش تمتلك or اللي هي الموجبة يعني يابوكن في عنا شحنة موجبة أو شحنة سالبة لأنه الهدف الأساسي charge particle فشو بصير عندنا الميغراشن بصير عندنا الميغراشن كالتالي إنه هو تحت تأثير something يعني اللي هو E applied خلينا نحكي إنه البوزيتيب بده يعمل عملية اختراق الاختراق للسيديوشن اللي هو بكون موجود فيه ويتجه نحو النيغتيب or لو حكينا إنه إذا كانت في عنا الماينس الماينس برضه بده تعمل عملية اختراق يعني حتى توصل إلى اللي هي البوزيتيب أوكي هاي إيش منسميها هاي منسميها اللي هو عبارة عن اللي هو ما بتكون هي لحالها يعني ما بكون عنا موجود مثلا لو بدي أخذ أنا السالب كمثال يعني بده أحط هاي السالب وهاي عليه ماينس ماينس اللي هو ما بكون موجود عنا فقط الأكس يعني بكون إحنا موجود عنا مثلا الأكس نفترض أخذنا هاي ماينس بما ناخد هاي بلاس الأكس اللي أش بده تكون عنا اللي هي البوزيتيب أكي هلا لكل بوزيتيب في إلو كاونتر أيون اللي هو نيجاتيب خلينا نحكي عنه اللي هو اللون الأصفر صح يعني هو أصلا البوزيتيب ما بكون لحاله بكون أصلا جاي من ملح وهذا الملح في إشي بوزيتيب وإشي نيجاتيب هلا مين اللي بتجه نحو اللي هو الابلايد الابلايد النيجاتيب اللي إحنا ال أفوا اللي حطينا اللي هو الوركينج إليكترو اللي هو النيجاتيب رح تتجه عنا اللي هي الآيونات اللي بتحمل الشحنة اللي هي بنسميها الموجبة هاي موجبة وهاي موجبة لآخرين طبعا هاي خلال بتعمل عملية ديفيوجن طبعا لازم بتعمل عملية اللي هي تضفق خلال السليوشن حتى تصل لوين حتى تصل إلى المينوس طبعا هذا الموذمنت اللي عملتها لأنها اعتمدت على مش الكنسنترشن جريديانت as diffusion فقط اعتمدت على أنه اللي هي السالب يتجه نحو الموجب أو الموجب نحو السالب في إشهاي منسميها منسميها اللي هي migration. هل يرافق migration عملية diffusion هل يرافق migration عملية diffusion آه دكي يس لأنه مضبوط لأنه X plus بتترك البالك وبتيجي للدفوجن لاير بعدين بتيجي لتقترب إلى سطح الإلكتروض فبصير في عنا نقصان في الX plus في هاي الناحية وفي عنا البالك في بكون عنا X plus فبصير في عناك برضو اختلاف الconcentration. إذن diffusion هو أساسي في عملية اللي هي transportation of my analyte. اللي هو لازم طبعا إنه بدي يكون عنا اللي هي خلينا نحكي إنه بشكل عام ions. أوكي يعني يرافق migration diffusion. يس. لكن هل بالضرورة إنه يرافق diffusion migration؟ لا. هادي شكل لكن لو كمي بكون عندك اقتراب. بكون اقتراب عندك للآيون. الموجب يعني بدي يعمل عملية الاختراق ويتجه. أوكي. هاي إيش منسميها؟ منسميها migration أو منسميها الهجرة. طيب. لو جبت أنا مثلا اللي هو عبارة عن خلينا نحكي إنه I have this is my working electrode. نحط خط هيك بهذا الشكل. وخلينا نحكي إنه بهيك. هاي طبعا هاي الويرز اللي بدأ تتصل بـ تنشي ستاعد البولتوميتر وفي عندنا برضو نفس الإشي خلينا أرد أحطه. اللي في عندي هاي اللي هو X. يلا مش مشكلة. لا خلينا نحطهم أحمر زي ما حطينا الموديل التاني. يلا. فعندي هاي X بلاس X بلاس X بلاس بهذا الشكل. طبعا بالمقابل لكل آيون موجب يقابله كاونتر آيون اللي هو سعلي بغض النظر قديش الشحن اللي إله فبدا تكون إنه بهذا الشكل لو حكيناها هيك. هاي إنه السالب. أوكي. هلا إحنا ما طبقنا potential على هذا الworking electrode. خلينا نحكي إنه هذا اللي عادينا بنشتغل عليه هو عبارة عن الworking electrode. لم يطبق potential على هذا الworking electrode. هل بيصير في عندنا عملية migration or not? آه بيصير. شو المايغراشن اللي بتصير? يلا حكي لنا. من اللي بيحكي هو أصلاً? لأنه أنا عندي ما عندي. هاديل. آه يلا يا هاديل. آه شو؟ إن البوزيتف بيروح نحو النكاتب والنكاتب بيروح نحو البوزيتف. هل طبقنا على الworking electrode أي potential? لا. طب من البداية التجاه كيف بدو صير عندك عملية migration? المايغراشن عفكرة الماسي ترانسبورت بجميع أنواعها الماسي ترانسبورت بجميع أنواعها انتقال الانالايت من البالك إلى الديفيوجين لاير حتى تصل إلى السيرفس أوف ده ووركينج إلكترود. هذا التعريف الماسي ترانسبورت. طبعاً إله التلات أنواع اللي إحنا حكيناها. هلأ إذا إيه أنا حكيت إنه أنا لم أطبقها ما طبقت أي potential هون على الworking electrode. يعني الpotential قطعة بلاتين عادية قطعة بلاديوم عادية قطعة ايو دهب عادية قطعة كاربون عادية لم يطبق potential لا positive ولا negative ولا إشي. هل يحدث لدينا migration لأيونات الموجبة أو السالبة. يعني لو حكيت لك أنا شو هي الشحنة الموجودة على سطح الworking electrode. طبعاً الشحنة من وين بدوا يكتسبها بدوا يكتسبها إما يكون عندك more positive potential or more negative potential. ولو حكيت لك شو الشحنة اللي موجودة هون شو بدك تحكيلي؟ يعني خلينا نحكي إنه غير موجود لم أطبق لأطبق أي potential على هذا الworking electrode هل يحدث لدينا migration or not؟ لا 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 يحدث لا يحدث ما لدينا migration المigration اللي بارة كأنه electrostatic interaction يعني بدو يكون عندك positive للnegative والnegative عندنا للpositive إذن هنا لا يحدث migration يعني توزيع الآيون الموجب والسالب يعتمد على الموبيلتي لكل من الآيون السالب والموجب في هذا السليوشن يعني قديش إله حركي وهذا وموبيلتي بكون عندك اللي هو موجود داخل هذا السليوشن لكن ما باعتمد على الworking electrode إذا كان عندنا متساويين الموبيلتي فتوزيع الموجب والسالب إيش بدو يكون عندنا متساوي الworking electrode ما قالوش تأثير أبدا هلأ لا يعني لا يحدث لدينا الماسي ترانسبورد إلا إذا تطبقى potential اللي هو على هذا الworking electrode إلا إذا تطبقى potential غير هيك بكون عندك عادي قطعة حديد inner هي الأساس في الworking electrode شو حكينا عنها إنها inner وملهاش علاقة ما بتتفاعل ماشي الحال في حدا عنده أي سؤال طيب هلأ الميغريشن على إيش تعتمد يعني الميغريشن اللي هي عبارة عن rate of the mass transport of ions toward the charge surface يعني قديش في عندك إنت معدل انتقال الكتري للآيونات الموجبة أو السالبة طبعا نحو إيش عندنا نحو هذا السطح المشهون اللي هي إيش بنحكيها بنحكيها اللي هم موجود عندكم اللي هي في عندك contribution of migration to the total flux معناها زي تضفق هيك أو نبض هيك يعني النبضة اللي بتخلي هناك اتجاه للآيون الموجب دائما بيكون opposite يعني بيكون عندك الموجب يتجه نحو السالب أو السالب يتجه نحو الموجب هيا تحطين هون السالب بيبتعد والموجب ايش بصير في عنده في عنده اقتراب هلا على إيش بعتمد بعتمد رقم واحد على ما يلي خليني أحط depends on بدي أحط هون اللي هي charge of ion هاي ما موجودة عندكم موجودة عندكم في المحاضرة وفي عندكم اللي هو ion concentration diffusion diffusion coefficient طلع شفتوا كيف احنا diffusion هو اشي طبيعي يجب ان يكون موجود هلا diffusion coefficient اللي هو عبارة عن diffusion coefficient لمين عنا للآيون اوكي للآيون اللي هو بالنسبة لنا بدي يكون as analyte يعبر عنه بالرمز D اللي هو قداش عندك سنتيمتر سكوير لكل سيكان بدي يمشي ناحية الاشي اللي احنا بدنا اياه هلا شو كمان بعتمد على ايش خلينا نحكي انه هذا واحد هذا مكتوب عندكم يعني حتى لو قرأتوا قراءة عادي طبعا نحكي diffusion اللي هاي مقفش diffusion coefficient هاي التنين diffusion D لمين عنا 4 اللي هو analyte ion اوكي مش لأي ion آخر طبعا هي بتكون عندك هاي السل مليئة بالآيونات فلو بتكون عنا بتكون عنا 4 the analyte ion اذا تشارج والآيون concentration احنا نسينا التشارج هاي واحد وهاي اتنين وهاي منرجع ايش بدأ تكون عنا خلينا نمحيها مرة هلأ في عنا اربعة اللي من الهاتف 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 الالكتريك في gradient experience by the ion very good اللي هي مقدار اللي هو الحقل الكهربائي التدريجي طبعا مصير في عنا ما هو gradient قديش في عنا موجب هون وقديش صار في عنا اللي هي نقصان في الموجب في الطبقة اللي قبله فاش منسميها منسميها الالكتريك الالكتريك the ion يعني المسؤول عنها واللي اختبرناها buy ايش عنا buy the ions اذا رقم اربعة اللي هي خلينا نحكي انه اللي هي المقدار اللي هي الماغنيتيوت طبعا اللي عنده اي سؤال يسأل of the طبعا الالكتريك فيلد مين بدو يعمله يعني مين اللي بدو يعمل الالكتريك فيلد اللي هو الايون لأنه هذا عنا السيرفس للالكتروض ثابت ما بتغير والapplied potential على ثابت سواء كان عنا controlled potential ولا عملية scanning هلأ مين بصير التغيير بصير التغيير انه movement لx plus بتترك المنطقة اللي هي فيها وتتجه نعم السيرفس فبصير في عندك اللي هون كثرة في الشحنات السالبة وقلة في الشحنات الموجبة فشو بصير عندنا electrical field or electric field gradient تدرج في الحقل الكهربائي الدفوجن لحاله بكون عندك تدرج في الconcentration طبعا هذي مين بكون مسؤول عنه اللي هو experience بنحكي عنه by d by the ion طبعا anu ion اللي هو analyte مش الايونات المكون الايونات المكونة الالكترولايت ولا الكون الايون لا الايون لا الايون اللي هو analyte اللي احنا حكينا عنه اللي هو عبارة عن x plus طبعا طبعا حكينا اللي هو external or internal هذا البروزيس external or internal internal شوفوا وشو بيكون عنا بيكون عنا التنين هذا البروزيس بيكون عنا اما خلينا بس احط خط اما انه بيكون عنا internal if it is spontaneous اذا كان بشكل تلقائي ما اثرنا عليه اي تأثير يعني في اشي موجب واتجه نحو سالب او في اشي سالب واتجه نحو موجب هلأ اذا كان احنا عنا طبقنا potential اذا طبق يعني potential ولم تكن موجود لدينا شحنة يعني زي هون مثلا يعني هون مثلا ما كانت في اي نوع اجبرنا هذا الالكترود انه ياخذ الشحنة السالبة اوكي بهاي الحالة ايش بصير في عنا بهاي الحالة بصير عنا الموجب يتجه نحو السالب هل كان اتجاه الـ نحو الـ كان بطريقة تلقائية لا احنا اوجدنا فيلد وهذا الفيلد كان سالب فايش منسمي هذا منسمي external process في احد عنده اي سؤال هلأ منحكي عنه اللي هو هذا external بتعرفوا يعني internal ايش معناها داخلي يعني داخل الخلية external ايش بدكون عنا تأثير من خارج الخلية اوكي اللي هي منحكي عنه if the potential طبعا potential اللي هو e applied يعني طبقنا تطبيق اللي هي feeded feeded يعني غذينا في اللي هي to the working electrode يعني احنا خلينا الworking electrode ياخد potential معين فهذا ايش بصير في عنا بصير في عنا اللي هو external هل هو spontaneous ولا non spontaneous non spontaneous هذا بكون في عنا اللي هو non spontaneous process diffusion spontaneous ولا non spontaneous diffusion spontaneous اللي هو spontaneous نوع الattraction اللي بصير هل هو attraction قوي ولا attraction ضعيف يعني نرجع لهون نوع الattraction اللي بصير ما بين surface of the working electrode والآion قوي ولا ضعيف ضعيف اللي هو electrostatic attraction ليش ضعيف لأنه أول ما بشير المينس الموجودة هون دقري الـ X plus انها بتروح أوكي وده طبعا دائما electrostatic attraction بكون عنا ضعيف يعني مش من القوى اللي بتكون عنا strong مش strong strong forces بكون عنا اللي هي weak forces في حال عنده اي سؤال اي سؤال اي سؤال مش سامعة مش سامعة في صوت ومش سامعة في حد عنده اي سؤال قبل ما نكمل في صوت طبعا يعطيك العافي دكتور الله يعافيك دكتور في طلاب بدهم يدخل وستنهم وعفقتك بس ما في عندي مش موجود عندي ولا طالب بده يدخل ولا عندي حدا بده يدخل فش هاي participants participants equal to zero ما في فش طلب للدخول لما يكون في طلب للدخول ببين عندي مباشرة لا يوجد طلب للدخول مين اللي بيحكي هو مين الشاب اللي بيحكي أنا دكتور محمد جراح محمد جراح ما ما في ولا طلب عندي للدخول أو اللي يعمل عملية جوينينج أميك كان كاتفين بس دكتورة معلق عندهم وبعتلك طلب فيهم وانت مش موافقة لا لا مش انه مش موافقة لا مش انه مش موافقة شو حطيت أنا يعني مثلا مش موافقة لا بس ما ما في فيش عندي طلب للدخول أبدا يعني ببين الطالب اللي حاول يدخل أو نت ما في عندي فنقول لهم هذا الحقيقي انه لا يوجد طلب للدخول تمام 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 أوكي يلا في حدا عنده اي استفسار او طلب اخر طيب هلا في عنا ملاحظة اللي هي برضو موجودة عندكم مكتوب عندكم اللي هو change in the applied potential to the solid electrode solid electrode معناها بدي يكون في عنا اللي هي electrode صلب يعني خلينا نحكي احنا اخترنا البلاتينوم in a solution containing ions affects charge migration for increasing negative charge at the electrode surface ماذا معناها هذه النقطة يلا ما معنات هذه النقطة الصورة الكل موجود عنده الصورة الكل شايف الصورة الفجر الكل شايف الفجر في عنا اللي هو positive اللي هو negative في عنا الفجر الاول خلينا بدي اعمل اشوف ازا بقدر اعمل الو sharing المفروض الكل فاتح عليه بس خلينا نعمل sharing الكل الكل شافه هاي انا فتحت ملف اللي مفروض الكل عنده موجود paint this is my working electrode طبعا هلا بصير في عندي اللي هو دكتار ممبين شو بترسمي ممبين اش تكتبي كمان في شي غلط صار عندي نعم لا يا دكتار يبدو طب الكل شايف paint بس لما تكتبي ما ببين هلا مش نبين ولا اش لا الكتب ما بين هلا ما في اش لا خلينا نرد نعمل برضو شيرين another time تحكولي اذا بين او لا اوكي تمام دكتار بين لا لا دكتار لا بين في عنا بين اه في دكتار بس تكتبين مش مبين طيب خلينا نشوف مرة اخرى هلا هلا هاي بكتب انا بيان لا مبين لا الصورة معلقة الصورة معلقة عند مين مش فهم الكل عندهم بيان واللي مش مبين يعني فيش لتنتين بيجاوبوني اه مش بيان لالجميع مش مبين اش هو للكل مش مبين لا مبين مبين مش مبين دكتورة احاول اولا اخوة طيب درد اعمل شير مرة تانية اشوف شير وعمل شير حسنا حسنا هلأ مبين اشي بيان لا لا ايه ايه اشي مبين عندكم بالضبط بين اللي كنت تكتبيه اول اشي الاول اللي انا كتبته بالاول بس اه 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 اشتن هلا مش اشتن علي لانه انت لما تعملي انه تشيل الشير لازم يرجعنا الصفحة يعني الرئيسية وبعدين بيطلع الاشي اللي عملتي له شير بس هو لا معلق على هاي الصفحة معلق على هاي الصفحة طب معلق عند مين عندي ولا عندكم انا مش فاهمة انا لانه انا خلص خلصت منه تعال نشوف سبحان الله كيف دكتورة شكل البرنامج نفسه معلق برنامج ايش البيض نفس معلق لا لا ولا ومعلي عندي عند مين اذا انا مش معلق عندي ما هو انا اللي خربطني هذا عند الكل لانه واضح انه انت لما تعملي اخفال له ترجع يتظهري ما بيخفي من عندنا ما بيخفي من عندكم اه اه لا ما بيخفي عندنا طب هاي بده اريد اعمل كمان شير شوف شو مبين عندكم برضو نفس الاشي اه نفس الاشي البينت اه نفس الاشي دكتورة ولا لو بدي ايضل ما ضل اه هاي ستوب شيرينج اوكي يلا ناو نفسه 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 طب شو كيف يعني لا نبين فايل ولا نبين صفحة نكتب عليها طب نجرب بس نجرب اشي تاني ندعم الستوب شيرينج هاي عملت نشوف اشي تاني هون مبين عندكم اشي بين اشي عندكم لا زي ما هاي غريبة والله يعني مش اول مرة منعمل ستوب شيرينج ومننتقل من اشي التاني تكل التطبيق التيم نفسه مع اللي طيب بدل هذا الوقت طيب خليني بدي اعمل انا لوج اوت اه اعمل لوج اصاين اوت ارجع مرة اشترك 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 دكتور امر اشترك لسا اشترك 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 سباية الدكتوري حكيت عن كل الأشياء قبل الامتحانة وبعدها لا اشتركوا في القناة 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 أوكي؟ فأيجي بنحكي عنها؟ بنحكي عنها إنه هي Mainly External شو إشي أنتو بتعملوه في المختبرات خلال عملية بتستخدموا فيه برضو جهاز اللي هو إلكترو وبتحركوه خلال عملية القياس اللي هو مثلا لما بقيس أنا بواسطة البي أتش إلكترود. البي أتش إلكترود حتى أشجع إنه الأنالايت يتجه ناحية هذا السيرفس خلال عملية القياس بيكون في عنا Magnetic Stirror بيكون في عنا أو Magnetic Par اللي هو هذا اللي هو البار هذا المغناطيسي اللي هو بتحرك بواسطة الماغنتيك سترار وبيخلي إنه اللي هي حركة الفلويد إنها تتجه نحو إيش عنا؟ نحو الworking إنه إلكترود فشو بتكون إنه بتكون اللي هي Mainly External اللي هي منسميها Forced Movement نجبر هذا السيليوشن إجبار Of Solution To Go Towards The Working Electrode يجبر إجبار يعني إذا أنا حط بدي أحط أنا Magnetic Par مثلا بدي أجيب أنا اللي هو البيكر أحط Magnetic Par هون وهي الإلكترود شو بكون عنا هذا الماغنتيك بار لو نيجي مثلاً لون الأسود بكون عنا بيضلوا عنا يعمل تحريك للسيليوشن تحريكه للسيليوشن بيخليه وين يتجه يتجه يعني بيزيد الطاقة الحركية لهذا السيليوشن الذي يحتوي على هذا اللي هو الانالايت هلأ هاي الحركة اللي إحنا بنعملها اللي استخدامنا للماغنتيك بار اللي هياته موجود هون This is my magnetic part منسميها Mechanical Means Mechanical يعني أدوات ميكانيكية أوكي يعني إحنا أجبرنا إجبار على عملية التحريك طبعاً هاي التحريك إيش إحنا بنسميها عادة بنسميها عملية Staring فمنحكي إنه Stared Solution وبنحكي إنه هو Unstared Solution أوكي Stared Solution و Unstared Solution فإيش منسميها منسميها اللي هي Mechanical Means أحياناً إيش إيش تسميها External Mechanical Energy يعني لما نحكي إنه في عنا مين اللي External فبتكون عنا اللي هو External Mechanical Energy أحياناً أوكي طبعاً لو بدي أكملها بحكي إنه هي Associated هادي ترتبط بإيش عنا بدي أفسر اللي كتبته هون ترتبط With Staring اللي أنا ببدأ بحرك بالSolution تحريك يعني إنتوا لاحظوا إنه Diffusion و Migration ما ذكرنا صيرة التحريك بالConviction اللي هو نوع من أنواع اللي هو النقل وعادةً بيستخدموه في الHydro Dynamic Experiments بصير في عنا هلأ تحريك هلأ أحياناً ها أحياناً يكون الConviction نسميه Internal Process شو معنات Internal Process Internal Process يعني يحدث بشكل تلقائي Spontaneous طبعاً كل اللي ذكرناه هون طبعاً هون كل اللي ذكره هنا اللي لما نحكي إنه Hydrodynamic و Mainly هاي طبعاً بيكون عندك Non Spontaneous أوكي بيكون بالنسبة إلنا اللي هو Non Spontaneous ماشي الحال في أحد عنده أي سؤال أي سؤال طيب خلينا نحكي إنه Default تبع الHydrodynamic Default تبع الConviction إنه يكون Non Spontaneous إنه يكون عندنا دائماً في عنا اللي هو Mechanical Means أو بنسميها Mechanical أو External Mechanical واسطة التنقل الفلويد كامل اللي بيحمل الانالايت وتتجبه ناحية ناحية Surface of the Working Electrode هلأ إذا كان في عنا اللي إحنا أحياناً طبعاً هاي مش إنه إشي طاغي إذا كانت في عنا اللي هو Internal Process بيكون عندك اللي هو يحدث بنسميه Occuring Naturally أو Occurs اللي هي As Result of Density Gradient مش Concentration Gradient Density يعني نتيجة التدرج في الكفافة داخل هاي السل خلينا نحكي إنه نتيجة التدرج في الكفافة داخل إيش طبعاً هاي داخل السلة اللي إحنا بنستخدمها حتى إنه نعمل عملية قياس في حد عنده أي سؤال في حد عنده أي سؤال طيب هلا في عندنا ملاحظة هي الملاحظة الأخيرة خلص إحنا بدنا نخلص المحاضرة بحكي لك إنه طبعاً عندكم موجود الفايل إنه the rate which solution is stirred can generally be controlled طبعاً نقدر إحنا نتحكم بعملية stirring with the effective contribution in one dimension شو معنات in one dimension يعني طريقة حمل في اتجاه بتكون عندنا واحد طبعاً in one dimension بتكون عندنا كل تتجه ناحية the surface of the working solid إلكترود في أحد عنده أي سؤال هيك بكون إحنا نفلصنا كل ما يتعلق ب ما يسمى mass transport المرة اللي جاي إن شاء الله بكون في عنا اللي هو بواسطة الموديل بتفتحها الموديل وبتطلع اللي هي رقام 11 اللي هي electrolysis فردك and none فردك current مشان هلأ بعد ما نخلصه ننتقل أنواع الالكتروتز وبعد ما نخلص أنواع الالكتروتز نبدأ في الابليكيشن في حدا عنده أي سؤال أي question دكتوري ممكن أسأل سؤال تفضلي شوية خارج عن الكهدو حس ممكن تطلع معنا قيمة البي اتش سالبة قيمة البي اتش تطلع معنا سالبة موسيقى